السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا بنات عاملين ايه اهلا بيكم في قناتي وصفة معلومة النهاردة وصفتنا عنها يشان الشعر زي ما قريتي في العنوان بالضبط بس الاول قبل ما اقولك الوصفة بتاعتي يا ريتي حبيبتي لو ما اشتركتش تشترك في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمليلي اللايك عشان الفيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد خليني ابدأ معاكي بالوصفة بتاعتي هي عبارة عن معلقتين جل الصبار كبار وحبة افوكادو اول حاجة هقولك عن الافوكادو الافوكادو دوت في زيوت مهمة جدا هي مهمتها الاساسية انها تحمي الشعر من الهيشان والتأصف وترتب الشعرية فهو بالنسبة لنا عنصر مهم وكمان فيه فيتامينات زي اي وبي و سي وفيه فيتامين بايوتين اللي مسؤول عن غزة الشعرية فهو عنصر مهم جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة وهيغز الشعرية وهيرطب الشعرية والوصفة كمان دي هتنفع للاطفال وللقبار وخليني اقولك جل الصبار كمان جل الصبار يا حبيبتي انا بفضل يكون فرش بس مش كل الناس متوفر عندها الفرش انا كمان مش متوفر عندي فرش الفرش افضل هتجيبي للصبارة وهتفتحيها من نص وتاخدي منها الجل تجيبيه للوصفة بس انتي ما عندكيش فرش زي ما انا ما عندش فرش فاجبت من عند اي مكان موسوك فيه بيكون برضو كويس وممتاز تاخدي منه معلقتين كبار جل الصبار بيحمي فروة الراس من التهبات وكمان بيغزي الشعرية من الجزور وبردو بيرطب الشعرية احنا النهاردة عامنين وصفة كلها هترطب الشعر ان شاء الله كمان معلقتين زيت جوز هند كبار زيت جوز الهند يا بنات دايما احنا عارفينه انه هو بيرطب الشعر والهنديات دايما بيستخدموه وكمان بيغزي الشعرية وبينشط فروة الراس وبينشط الدورة الدموية فهو عنصر هو يعني في الوصفة بتاعي فينا حاجة اساسية برضو هما الثلاث حاجات لغنة عنهم مهمين جدا حابة الافوكادو انا اشرتها وفرمتها في الكبه وهجبها معاكم اعمل الوصفة قدامكم انتي حابة تحطي بعد ما تقشر الافوكادو تحطي في الخلاط وتحطي عليه جل السبار وتحطي عليه كمان جوز الهند مفيش مشكلة وتفرميهم مع بعض هيطلع معاكي نفس المسك اللي انا عملته بس انا فرمتها في الكبه وجبتها قدامكم بعد ما فرمتها وهخلطهم بعد كده مع بعضهم التلاتة وهبريكي انا هخلطهم ازاي كمان يا حبيبتي انا عايز اقولك ان انت الوصفة ديات لما تيجي تحطيها حطيها على شعرك كويس اوي وبعدين جيبي كيس بلاستك عندك او اي حاجة بنيه مثلا وحطيه على شعرك كويس اوي وسيبيه من ساعة لساعتين شعرك يتشربه كويس بعد كده لما تيجي تخسليه زي ما كل مرة بعودك ان هو لازم تحطي مياه في طبق بعد ما تحطي مياه في طبق حطي اي نوع شامبو عندك وياريت لو عندك شامبو اطفال يكون افضل وتحط الشامبو في المياه وترغيه وبعدين تحطي شعرك تخسليه كويس اوي وانتي بتخسليه تعمليه ببطن صوابعك تنشط الدورة الدموية بعد كده حطي حمام كريم وسيبي شعرك شوية عشر دقايق او بلسم شعر برضو ينفع عشر دقايق وبعدين اشتفي شعرك تاني وبعد كده هتروحي جاية سايبة شعرك ينشف في الهواء لو عندك بديل زيت تقدر تحطيه ما عندكش بديل زيت تحطي سيرم الاتنين حلوين قوي بس انا منصحكش تحطي اي كريم شعر او اي حاجة زي المادة زي اللي هي الفازلين او بالمرز او الحاجات دي ما تحطيهاش ما بنصحش بيها لانها برضو بتبقى تقيل عالشعرية وبتنزل الشعرية فبلاش منها غير انها بتلم الاوسخ والاتربة من الجو وتضعف شعرية تك من البصيلة فبنصحش بالكلام ده كله ياريت ما تستخدمهوش كمان بعد كده هتصرحي شعرك من تحت الفوق الحاجات دي بسيطة بس مهمة ومش هتاخد منك وقت فياريت تعمليها وكمان انا عملت وصفة جميلة جدا مجموعة زيوت لتطويل وتكسيف الشعر سيبلك الرابط بتاعها اسفل الفيديو ياريت تشوفيها هتستفدي جدا وكده الفيديو بتاعي خلص ما تنسيش تشترك في قناتي وتفعالي زر الجرس والسلام عليكم